وفي رام الله نفذت فعاليات شبابية وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة التحرير تحت شعار أنقذ مخيم اليرموك للمطالبة بفك الحصار عن المخيم المخصص للاجئين الفلسطينيين في سوريا المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا من رام الله نبال فرسخ دعوات لفك الحصار المستمر منذ ستة شهور على مخيم اليرموك انطلقت من هنا من أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أطلقها عشرات الشبان الذين طالبوا المنظمة بتدخل الفوري والعاجل من أجل كسر الحصار عن المخيم هناك جريمة حرب تحدث في مخيم اليرموك منذ أشهر هناك أبناء شعبنا يموتون من الجوع للأسف أهلنا في المخيم عم بيموتوا ما حدا متحرك المنظمة تدعي أنها أرسلت أكثر من وفد لكن هذا الوفد لا يرتقي لحجم المأساة والأزمة الموجودة داخل المخيم نظمة التحرير الفلسطينية من يمينها حتى يسارها هي أن تأخذ مسؤولياتها الجدية باتجاه ما يحدث في مخيم اليرموك والأهم هو تحييد مخيم اليرموك من الصراع السوري 30 لاجئا في مخيم اليرموك استشهدوا جوعا ما دفع هؤلاء الشباب لاتهام منظمة التحرير بالتقصير في التعاطي مع الأزمة الفلسطينية المتصاعدة في سوريا هناك تقصير من قبل المنظمة أكثر من مئة يوم والمخيم يخدع تحت الحصار المطلوب أن تقف القيادة وتستخدم كل علاقاتها مع الأطراف المتنازعة في سوريا وتجنب المخيم اليرموك وإلى تصراع هناك لا يوجد طرف سياسي محدد من المجموعات المسلحة ولا مرجعية واحدة نستطيع أن نتفاهم معها توصلنا قبل عدة أيام إلى اتفاق ووقع هذا الاتفاق مع تسع مجموعات المفترض أن يدخل هذا الاتفاق مساء أمس حيز التنفيذ مليار مقتلع القرار لا تجويع لا حصار هذا الاعتصام الذي نظمته الحراكات الشبابية الفلسطينية يأتي بالتزامن مع اعتصامات أخرى في حيفا وغزة والنقب وعمان وبيروت ومخيم عين الحلوى بلبنان وفي سوريا أيضا من فلسطين إلى عمان وصولا إلى سوريا ولبنان خرجوا ليرفعوا صوتا واحدا أنقذوا مخيم اليرموك واكسروا حالة الحصار التي يعيشها منذ ما يزيد عن 170 يوما من أمام منظمة التحرير بمدينة رمالة المحتلة نبل فرسخ رؤيا